ماشي نهار ده كان فيه اعتماد على بعض الشباب بعض النشئين شفنا اسماء جديد زي الشرقية شفنا لعبين بيعندهم حماس فعلا نروح وعايز اشيد وعايز اشيد جدا جدا بحارس مرمى النادي الاهلي مصطفى شبير نهار ده شال كورة مزدوجة برد فعل مش طبيعي وعمل مباراة محترمة جدا انا بشيط بيه ليه بصراحة مصطفى شبير كده بحكم الاسم بينتقد من بابل الطاقة بس دايما لما بيشارك بيبقى قد المسئولية بيبقى راجل بيبقى جدير بالمنافسة وبيقدم مباراة كبيرة وبصراحة شديد انا فكرت وسألت نفسي سؤال مصطفى نفس جيل محمد صبحي مصطفى شبير نفس جيل محمد صبحي هل في خلاف ان محمد صبحي من افضل حراس المرمى في مصر في الوقت الحالي مفيش خلاف بس ليه محمد صبحي من افضل حراس المرمى في الكرة المصرية دلوقتي عشان بيشارك وبيلعب ما انت عندك كريم النادي الاهدي ما انت عندك ممكن يلعب ويشارك ويقدي خاصة لانت عندك الشناوي اساسي ومحدش هيزحزحه حتى لو محمد صبحي جيه فعندك عندك مصطفى شبير وانا لم كنت بقول مصطفى شبير هو اللي مفوض يشارك في المباراة الماضية عشان فيه توجه في النادي الاهلي ان علي لطفي يمشي يمشي عشان خاطر علي لطفي هو عايز يشارك في المباراة اللي جاية اساسي ويلعب ويبقى موجود في المباراة فممكن يمشي فكان من الاولى انك تعتمد على حارس ممكن يبقى معاك في المستقبل فلو انت هتجيب محمد صبحي للمستقبل ما انت عندك حارس مرمى للمستقبل ببساطة شديدة وابن النادي ويشتغل مع النادي ولعب في كل قطاعات الناشئين في النادي موجود درائي ممكن لقى لي شايف ان محمد صبحي افضل خلاص يعني يبقى هيلع محمد صبحي ويمشي مصطفى شبير ده ينطبق مش بس على مصطفى شبير ده ينطبق على زياد طارق ينطبق على محمد اشرف ينطبق على كل احمد سيد غريب كل اللي لعبين الشباب اللي عندك لو انت هتروح تجيب لعبين شباب من فرق تانية للمستقبل طبع انت عندك شبابك لكن لو انت رايح تجيب بقى لعيبة خبرات وعندها اسماءها وعايزي بقى عندك تقلي في السكواد بتاعك في التشكيلة بتاعتك روح هات بس لو هتجيب شباب انت عندك شبابك التوفير مالي وليه علاقة بالقصة انه موجود في ابن النادي والقلب والروح والكلام اللي دايما بتسمعوه فعندك ده مثلا يعني ده مثلا